العدالة يعني المولف جعلها نقطتين قال أول شيء عدالة الجميع عدالة الجميع الأصل والفرع عدالة الجميع الأصل والفرع متى ما كان الأصل أو الفرع غير عدل لا تقبل الشهادة لقول الله تبارك وتوي أشهد ذوي عدل منكم فإذا لا تقبل الشهادة إلا أن يكون الأصل معدلا والفرع كذلك يكون معدلا والثالث اللي هو الشرط الثالث اللي هو استمرار العدالة الى ان يصدر الحكم يعني لو شهد الان والحكم بعد عشرة ايام بعد خمسة ايام ثبت فسق احد الشهود طيب عند القاضي جاءه احد اخبره انه رأاه سكران او رأاه يزني او اي اي عمل فسقي يعني يخرم عدالته فهنا القاضي ما يحكم ابدا لابد ان تستمر العدالة الى وقت صدور الحكم اذا لابد ان تكون العدالة موجودة في الاصل ثم تستمر هذه العدالة الى ان يصدر حكم القاضي فاذا قال دوام عدالة الاصل والفرع الى صدور الحكم فمتى حدث من احدهم يعني احد الشهود الاصل او شهود الفرع اللي هم الاربعة شهود الاصل اثنان شهود الفرع اثنان قد يكون اكثر ليس بالضرورة لكن اثنان اقل شيء او يكون رجل وامرأتان مثلا المهم احد الشهود ثبت عدم عدالته يقول فمتى حدث من احدهم قبله قبل الحكم يعني ما يمنعه ما يمنع قبل شادته وقفه اي وقف الحكم ما نحكم خلاص لماذا لعدم العدالة قال الرابع ثبوت عدالة الجميع يعني في عموم المسألة هؤلاء شرطان في شرط نعم